بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام أهلا بكم جميعا معكم محمد أحمد من قناة فيكراس فيديو النهاردة هيكون فيديو تحفيزي هنوضح فيه النتيجة اللي وصلنا لها بعد محلنا كل المشاكل مع برنامج أليكسا بخصوص النود المسيو أو الاس بي 12 أو الاس بي 1 وطبعا ما تنسوش تشاركوا الفيديو بين أصدقائكم يمكن تكونوا سبب في توصيل المعلومة لحد محتاجها تابعوا معنا نبدأ على بركة الله دي توصيلات اللي معنا هنستخدم معنا النهاردة أدابتور أو محاول 12 فولت 2 أمبير عشان موضح أن دائرة تنظيم الطيار بتاعتنا بتشتغل على 12 فولت على 9 فولت على 24 فولت زي ما انت حابب وليه طبعا لوحة الرليات التصميم الجديدة اللي وضحناه إن شاء الله نوضح طريقة التركيب كاملة وإن مميزات التصميم الجديدة عن التصميم القديم وإن هو زي ما وضح عمامكم معنا خمس رليات مش أربعة بس وهنا ضيافنا الضياد علشان خاطر يحمي الدايرة من رجوع الطيارة اللي بيحصل من حركة الرلي في وضع ساعة الفصل الرلي اللي بيجي يفصل بيعمل مجال معناطيسي في الملف بيولد كهرباء عملنا أربع مفاتيح مع دايرة تنظيم الطيارة وركبنا اثنين كاباستر ستاشر فولت عملنا واحد على دخول اثناشر فولت واحد على خروج الثلاثة وتلاتة أمان عشر فولت الكاباستر ستاشر فولت ألف مايكرو فراد تمام وزي ما وضحنا توصيل المفاتيح زي ما وضحناه قبل كده ودي دايرة احنا عملناها بسيطة جدا استخدمنا فيها ICULN 2803ABG تمام زي ما وضح منكم التوصيلات دي عشان توفر معنا المساحة بدل الترانزيستورات والمقاومات وهنا استخدمنا دايرة الثلاثة خمسات طيمر مع مقاومة اثنين وعشرين كيلو علشان خاطر تعمل لها تأخير زمن علشان نحل لمشكلة الرعشة اللي كانت موجودة معنا ساعة التشغيل اول ما بنشغل اللوحة معنا او اول ما بنوصل الكهرباء كان بيحصل رعشة الوقتي الرعشة حالنا ان شاء الله نوصل الكهرباء ونشوف هنا ما حصلش اي رعشة في الرلاهات وننتظر لمدة ثواني على حسب المقاومة اللي احنا ركبناها لو ركبتم قاومة متغير تقدر تحكم في الوقت دا لغاية لما الوقت هينتهي اللمبة هتفصل وكدر اللي هتوصل لها الطرف الموجب عن طريق الترانزيستور البي دي ميا ربعين هو المسؤول عن هو يفتح الموجب وان شاء الله بعد كده نعمل ريلي على الطرف السالب كمان علشان خاطر نحل مشكلة الطرف السالب مع اطراف الجي باي او زيرو الجي باي او اثنين هنشغل طبعا من المفاتيح عادي زي ما وضحنا في الفيديو السابق اللي شرحنا اللي وضحنا في الكلام ده تقدر تشغل من المفاتيح بتاعتك عادي وتفصل منها ضغطة طبعا على المفتاح يشتغل وضغطة يفصل زي ما وضحنا دي في دروس تانية كتير بعد كده نفصل الكهرباء نسبت هنا بين المفتاح رقم 2 و 3 شغال هفصل الكهرباء ووصلها تاني ونشوف هلها ترجع المفاتيح لحالتها بعد محلنا مشكلة الابرو مع النود امي سيو الاسي بي اتناشر والاسي بي واحد تمام وصلنا الكهرباء طبعا بننتظر التأخير الزمني اللي عم استخدمنا بالثلاث خمسات طيمر وبننتظر لما بانتهي طبعا كده هو عدد طيار بسيط واحد ونصف فولت فبيخلي الاد تشتغل قبل ما تشتغل وتخلق سواء الرلايات تشتغل معنا تمام ما فيش فيها اي مشاكل الجزئية تقدر تعمل تأخير زمني اقل او تزبط تأخير الزمني مع الاسي بي بالضبط هجيب الموبايل وهنشوف حالة المفاتيح بعد ما رجعت طبعا لحالتها بعد ما وصلنا الكهرباء تاني طبعا بعمل توصيل بالانترنت وفتح برنامج اليكسا بير شنعمل تحكم صوت طبعا قبل كده تحكم الصوت هندخل على المفاتيح على طول عشان ما نضيعش وقتكم وانتظر ثواني من برنامج اليكسا بفتح بس تمام وبعد كده هفتح السمارت هوم وهندخل على المفاتيح بتاعتنا زي ما وضحنا الخطوة دي قبل كده هدخل على اللايت رقم 1 مفصول اقدر اشغاله طبعا كانت الحالة بتاعته مفصول اشغاله وافصله عدم الموبايل وفي نفس الوقت اقدر اشغال مفتاح والحالة بتاعته تظهر معي على الهاتف هذا في وضع التشغيل لما يكون الكهرباء واصلة سوف نوضح ان اقدر اغير حتى اقفل البرنامج وهو اجيل الحالة بعد ما افصل المفتاح بعد ما افصل الدايرة واصلة لها الكهرباء هنا نبدأ رقم 2 زي ما وضح حمامك وشغال اقدر نفصله وانشغاله وفي نفس الوقت ان اقدر نعكس من المفاتيح زي ما وضحنا ندور رقم 3 نفس النظام شغال اقدر كمان افصل من المفتاح ونشوف الحالة نشغل من المفتاح هتكون الحالة معنا زي ما موجودة معنا تظهر معنا في الموبايل بالطريقة دي وكلا ان شاء الله نميع المشاكل تحلت لو في اي مشاكل تاني قبلكم تقدروا تسيبوها النافتة وان شاء الله نحلها احنا ما قلناش في الفيديوهات حاولوا تشوف الفيديوهات وحاولوا تشوف الدروس بتماعهم حاولوا تشوف اكتر من مرة بسبب المفتاح لان شرح سريع احاولوا تشوف الفيديو اكتر من مرة وتنفذ الخطوات وأحن نقوم بما معا ثم افصل الكهرباء ويغير حالة المفاتيح اما كانت عليها ثم افصل الكهرباء افتح البرنامج لكي لا تضيع وقت افصل الكهرباء ثم ارجعها ثم افتح البرنامج لكي لا تضيع وقت انتظر ثم افتح البرنامج في الاطلاق توصر الطرف المجاب لتشتغل ونحلل مشكلتين وقال راقد جزيز ثم افتح البرنامج قام بحالة المفاتيح ونحلل حالة المفاتيح لايط رقم وان جزي مفام وخيرتناها والبرنامج مقفول وصولنا كهرباء وفصلنا شغلناها تاني والحالة جاءت معنا على الموبايل انه يشغل عنا كده اقدرنا نوصل الحالة بتاعتنا للسيرفورات الخاصة ببرنامج سينريك علشان يظهرها معنا على الهاتف حتى لو الدايرة اتفصلت واشتغلت هتثبت الحالة بتاعتك على طول وكده ان شاء الله نكون وصلنا على نهاية فيديو النهاردة يارب يارب نكون وفقنا في تقديم المعلومات ما تنسوناش من صالح دعواتكم لو اجابكم الفيديو هتنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل جديد وما تنسوش تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت وتعملهم شاركة للفيديو مع اصدقائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته